بكل ذلك تابعوا قناتنا أقوياء البرية إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة فلا ننصحك بمشاهدة الفيديو هيا بنا في مشهد مثير للرعب ومن قلب بركة من الماء كان عدد من الغزلان يرتشفون الماء وفجأة دون سابق إنذار تظهر أفعال بايثون من قلب الماء لتلتهم أحدهم ما من أحد يستطيع الهروب من البيثون فهي واحدة من أخطر وأقوى الأفعي حول العالم وذلك لتمتعها بقوة عضلات لا تصدق حيث أنها تستطيع تكسير العظام بمتهى السهولة وحيث تهجم أفعال بايثون لا ترحم ضحيتها أبداً خصوصاً عندما تكون جائعة ويستغرق ابتلاع الغزال ساعات طويلة وهضمه قد يستغرق أسابيع ولكن لن تحتاج الأفعى إلى الطعام بعد هذه الوجبة الدسمة لفترة أشهر أو حتى سنة قد تبقى أفعال بايثون أسابيع أو أشهر أو حتى سنة كاملة دون الطعام وذلك يعتمد على حجم الفريسة الأخيرة لها عادة ما تلبث البايثون مكانها بانتظار لحظة المناسبة للانقضاض على فريستها وبذلك تكون قد وفرت الطاقة والجهد على نفسها في مشهد آخر يظهر فريسة أخرى وضحية جديدة فبينما كانت عدد من الدجاجات في مكانها الخاص تسللت أفعال بايثون دون إصدار أي صوت يظهر وجودها راسدة ومحتارة من ستكون ضحيتها الجديدة إلا أنها انقضت على واحدة من الدجاجات بسرعة كبيرة دون رحمة أمسكت بها وبدأت بالضم والضغط على جسم فريستها حتى الخنق وتفتيت عظمها لتنفجر بالنهاية عروقها وتصبح بلا روح وبلا جسد في فم البايثون من خلال هذا المشهد لاحظنا أن أفعال بايثون ضخمة الحجم ولديها رأس حادة مثلثة أيضاً وأسنان مقوسة للوراء والتي تستخدمها للإفتراس تلتهم فريستها بادئة بالرأس وتحتاج إلى إخراج أنبوب التنفس الخاص بها للخارج حتى لا تختنق وهي تبتلع فرائسها وبالانتقال إلى فريسة أخرى للبايثون أظهر مشهد جديد كيف باغتت أفعال بايثون خنزيراً برياً بينما كان موجوداً في الغابات انقضت عليهم من بين الأعشاب دون أن يلاحظ وجودها وكما عادتها تمكنت منه وافترسته دون رحمة فذعبان البايثون ليس من الثعابين السامة لكنه يعد الكمائن لاستياد فريسته مثل بقائه تحت الماء وظهور طرف صغير جداً لاستدراج الفريسة بعد أن تقع الفريسة بين أسنانه فإنه لا يطويقها بجسده فقط بل يضغط على الضلوة حتى لا تستطيع ضحية التنفس يقوم ثعبان البايثون بفتح فمه لبلعها من الرأس أولاً ثم يرتاح في مكان دافئ حتى يقوم بالهضم وفي مشهدنا الأخير نظهر لكم لقطات حول انقطات أفعى البيثون على عدد من البطات التي كانت تسبح في البحيرة فمعظم أنواع البيثون يستطيعون السباحة بينما بعضهم يستطيع التعلق من على فروع الأشيار وذلك باستخدام ذيلهم الطويل لم يجد هاته